ما انتحررت مدينة ترهونة من ميليشيا حفتر وعصابات الكاني حتى ظهرت جرائمهم باكتشاف مقابر جماعية وسجون سرية داخل المدينة انتهاكات وجرائم ظهرت للعيان اخرها اكتشاف ثلاث مقابر جماعية جديدة بمشروع الربط بالمدينة تحوي 12 جثمانا بحسب مكتب الاعلام بهيئة البحث عن المفقودين وكانت الهيئة في وقت سابق قد رصدت 13 مقبرة اغلبها في مشروع الربط وقد تكرر وجود المقابر في ذات المكان لاتساع رقعته الجغرافية وفي غضون ذلك نظم اهالي المفقودين عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بالكشف عن مصير ابنائهم فضلا عن دعوتهم محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم ميليشيا الكاني في حق المواطنين بمدينة ترهونة وفي خطوة لمحاسبة مرتكبي الجرائم بترهونة وفي ليبيا بصفة عامة رفع محام فلسطيني امريكي الجنسية شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد حفتر اثر ارتكابه جرائم حرب في ليبيا وقالت صحيفة القدس العربي ان المحامي الفلسطيني ذكر ان الشكوى تهدف للتحقيق مع حفتر والتحقيق من ارتكابه جرائم حرب خصوصا بعد اكتشاف مقابر جماعية في ليبيا ومع استمرار العثور على المقابر الجماعية التي ارتكبتها ميليشيا حفتر والكاني بترهونة هل تتحرك الجهات المسؤولة بالدولة للقيام بعملها من اجل تجريم من كان وراء هذه الانتهاكات اشتركوا في القناة